السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الجرس ليصلكم اشارات جديدة من الفيديوهات وعمل لايك يا جماعة والمشاركة مع الاصدقاء ويلا بنا نزرع نهاردة نتكلم على نبات البيجونيا والاسم العلمي لنبات سمبر فلورنس وموطنه الاصلي امريكا الجنوبية والبيجونيا جنس نباتي ضم اقصر من 1500 نوع وبذلك فهو يعد من اكبر انجناس النباتات المزهرة اشكال البيجونيا المزهرة الزخرفية لها اوراق جلدية غير ملحوظة وتراوح حجم الواح الصفائح الوراقية من 5 الى 10 سنتيمتر في الكتر وعند دخول مرحلة الازاء تبهر النبات العين النظر اليها بزهور من مجموعة وسعة من الوان واشكال لالبيجونيا تتفتح العديد من البجونيا المزهرة المزخرفة في فصل الربيع الى الشتاء يا جماعة مما يميزها في مجموعة الخضري الجميل اول تصنيف للبيجونيا ظهرت سنة 1651 اشارة تدل ان البجونيا كانت معروفة كبرا في اسيا وتمثل هذه الظهرة جوهرة الحضاك انها ظهرت البجونيا وتنمو البجونيا في اماكن نصف مزللة وهي احد الظهور الاكثر شعبية في الولايات المتحدة الامريكية تزهر في اوائل الربيع وحتى الخريف وتستخدم لاضافة لمسة ساحرة على الحضايق وفي وسط الظهور معظم انواع البجونيا برية والاعشاب او الشجيرات التي تنمو تحت النبات تنمو في المناخ الرطب الشبه الاستوائي والاستوائي في امريكا الجنوبية وامريكا الوسطى وافريكا وجنوب اسيا واسم هذا الجنس مشتق من اسم الحاكم السابق مايكل بجون وقد اطلق على البجونيا هذا الاسم عالم النبات الفرنسي كارلوس مولومير لا تنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لأسلكم اشارات جديدة من الفيديوهات الانواع البرية من البجونيا غالبا ما تكون منتصبة السكان او درنة والبجونيا نباتات احادية بمعنى ان اتكلم من عضو التسكير والتانيس ينموان بشكل منفصل على نفس النبات ويحتوي الزكرة على سداة عدة عضو الزكور عند النبات بينما تحتوي الانس على مبيض السلفي من اتنين الى اربع مسامين ملفوفة وفي الاكثر انواع البجونيا فالثمرة هبارة عن كابسولة مجنحة تحتوي على العديد من البزور الورقية بالرغم من ان السمار كثمرة العليك المعروفة فان العوراق الكبيرة المميزة المنقوشة في اغلب الاحيان تجون غير موحدة الشكل غير متساوية الاضلاع وظهور البجونيا في الغالب ظهور مجهرة وملتفة للنظر اليها ينتشر استخدام البجونيا للزينة وتزين الحضائق العامة والمناظر الطبيعية الخلابة في تنسيق الحضائق في العديد من مناطق العالم بخاصة في الولايات المتحدة الامريكية حيث تعد من الظهور المحببة جدا للامريكان لما لها من منظر مبهج جدا ولسهولة زراعاتها والاعتناء بها وتكسر زراعاتها هناك في هندسة المواقع الطبيعية في الحضائق الامامية ليطاق منظر خلابا والتمتع للنظر اليها انها ظهرت البجونيا يا جماع اصناف البجونيا متعددة والغرض من الزراعة لجمال الازهار والالوانها المختلفة ولجمال المجموع الخضري للأوراق متعددة الالوان الجميلة والرائعة ويتم تقسيم انواع البجونيا حسب انواع الجذور ومنها الليفية والرزامية والدرنة وهم الاصناف المنتشر زراعاتها هي كالتالي البجونيا العادية سمبر فلونس وهذا من اشهر النباتات للبجونيا العادية وهو نبات ورق مزهر معمر والاوراق للنبات الصغيرة بيضاوية الشكل معنقة حمراء اللون او خضراء والازهار غزيرة حمراء او بيضاء او وردية وطبيعة النمو في مجميع زهرية وتنمو في شمس مغربلة والتقاصر النبات بالعقلة والبزور اتنين البجونيا ذات السوق المعلقة بجونيا ذات الجذور الليفية والسيقانها قوية وانتفغ واسعة السليمات والتي بين العقل وتحمل اظهار في مجميع طرفية سقيضة سرطانية الكمام النمية تجعل النميات مكسفة وجذابة ثلاثة بجونيا ذات اذن الفيل الوراق كبيرة رحمية مستديرة تشبه شوان اذن الفيل سطحية العلوي اخدر زيتوني والسفلي احمر برتقالي والازهار وردية تظهر على شماريخ طويلة ويزرع كنبات في قصص كما يزرع في الاماكن نصف ظل والتقاصر للنبات بالعقل اربعة جماعة البيجونيا الرزيمية منها البيجونيا ريكس الاوراق قابلية كبيرة لحمية متعددة الادوان والازهار في نورات غير كذابة ويحتاج النبات الى ضوء ساطع غير مباشر والتقاصر بالعقل والوركة البيجونيا خمسة جماعة البيجونيا الدرنة والاوراق كبيرة بيضية الشكل ذات حفة مسننة والازهار في نورات طرفية ذات لون احمر فاتح او وردي والاستخدام التقاصر بالمشلق بيجونية ودن الفيل ما تنسوش جماعة الاشتراك في القناة والتفعيل زر الجلس ليصلكم اشارات جديدة من الفيديوهات وتنمو البيجونيا بشكل افضل في ضوء الشمس اللامع الغير مباشر والتي تأتي من الجنوب او من الشرق او من الغرب هنتكلم يا جماعة على عملية تقاصر نبات البيجونيا وهي تتقاصر نبات البيجونيا بالقسم او من قطوع الجزع او من العقل الطرفية بالاضافة لذلك في الكثير من انواع البيجونيا من الممكن ان تتقاصر من قطوع الورق او حتى من اي اجزاء من الاوراق ولو الاوراق تتساقط في مكان القصص يا جماعة ولو المكان مهيئ للنمو قبل الزراعة البيجونيا يتوجه تهيئة الطربة الزراعية اي سماد عضوي ومش لسماد العضوي او باستخدام اي طربة موضوعة بالقصص جيدة الصرف وبعد ان يتم تدفئة الطربة مع مراعاة ان يكون جانب منها الاعلى بحيث تكون اللواب الجانب من النبات موجهة للاعلى عند وضع الدرنة للنبات في طربة جيدة الصرف ويتم وضع النبات بلطف داخل الطربة حتى استقر في مكان الموضوع به لاستعادة على النمو يا جماعة وشكله الجميل ويتم الزراعة يا جماعة في شهر اتنين وثلاثة واربعة وخمسة ومشاء الله يا جماعة بنحطه في الاول في مكان مظلل على السياس ان هو نحميه من اشعة الشمس وعملت التسميد نسمت بعد كده باسماد نبك يا جماعة على السياس ندي معانا نمو اوضا ده كان فيديو سريع ومبسط على نبات البجوني يا جماعة لو فيه اي استفسار او اي سؤال ياريت تكتبولي في تعليق وهارد عليكم وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجاس رسولكم مشاركة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابو قاسم ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة